الحديث الثاني عن أبي حذيفة عن عائشة قالت حكيت إنساناً حكيت إنساناً ما معنا حكيت؟ نعم قلت شخصاً زي هذول اللي بيئموا فينا كل واحد إيش؟ بيقلت شيخ أو في أفعاله أو سلوكياته حكيت إنساناً فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن حكيت إنساناً وإن لي كذا وكذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لو قير بين عطاء كثير ويحاكي الناس وبين أن يضيع هذا العطاء ولكن لا يحاكي أحداً نختار إيش؟ أن لا يحاكي أحداً فهي موضوع تقليد الناس تقليد الأصوات والسلوكيات كل هذا حقيقة ليس من السنة في شيء ليس من السنة في شيء بل للأسف أقولها بصراحة فبعض الناس يصلي عند أحد الأئمة ويقول له يا شيخ بالله اقرأنا بالصوت الفلاني بل قابلوا بعض أئمة المساجد أنه يتقن تقليد الأصوات هذه محاكاة وهذا شيء مكروه شرعاً وكذلك فيما يتعلق باللباس إياك أن تحاكي أحداً تقول سألبس كما يلبس هلان لا ألبس كما يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم فإذن المحاكاة أو الصرفات أو السلوكيات وما أحلى عندما يخرج الكلام من القلب من غير تكلف إنسان يريد أن يوعظ الناس فلا يقلد الوعاظ فيخرج من قلبه وما أحلى أن تصلي وراء إمام لا يقلد أحدا وإنما هو يركز على إتقانه للقرآن فتجد هذا القرآن يدخل القلوب وليست العبر تقليد الأصوات